السلام عليكم ورحبا بكم فيديو جديد من قناة وصفات مع أم شعيب نتمنى تكونوا كلكم بخير إن شاء الله وفي صحة جيدة كما شفت في العنوان قررت أنني مقدر إعادة تجربة وصفات الأخت حليمة الفلالي صراحة كانت عجبني بزاف ووصفتها تقريبا دائما ناجحة وقررت أنني نعود الوصفات ديالها اللي نقدر نعودهم ونشاركهم معكم ونقولكم الرأي ديالي في الأخير الفيديو إن شاء الله بكل صدق الفيديو ديال اليوم غدين ندير واحد الكيكا بالشوكولات وهالكريمة اللي في الوسط بنواد كوكو المهم غدين نحتاجوا هنا هي المقادر عندي ثلاثة ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ غدين طلعوهم على كاس ديال سكر سنيدة ملعقة صغيرة من البودرة تلفاني أنا كانت عندي غل بودرة إذا كانت ساشي تديروا ساشي أو لازوج على حسب الرغبة غيباش ما تبقننش ديال الزفورة ديال البيض وقبصها ملح وغادي نطلعوهم بالطرب الكهربائي كما قال الكيكات كوشي عارف طريقة وغادي نضيف كاس زيت نباتية نقصه لسرعة ديال الطرب الكهربائي وكاس ديال حليب عادي ونخلطو غيبين ما ينسجمونا المكونات كاملين بلا ما ننبلغو في الخلط مش مانا نهودوش ديال البيض اللي طلعناه وغادي نحتاجو كذلك أنا درت سراحة هي درت الكاكاو المر درت جوج ساشيات أو ما يوعد جوج مغرفات أنا ما بقليش كاكاو المر أو الطوب الكاكاو الحلو وبما انه الكاكاو الحلو ما يعطيش دا كل لون الغامق في الساعة درت نصف كاس وغادي ندير نصف كاس ديال الكاكاو الحلو والكمية الخرى غادي نكملها بدقيق وغادي غادي نغرب لهم هنا مع واحد ساشي ديال خميرة الحلويات مفئة 15 جرام أو الزوج ديال 7 جرام وغادي نضيفو الدقيق القوام ديال الكيكا ما يجيش تقيل بزا فيجي خفيف باش تجينا هكا خفيفة وخفيفة وشيشة من الداخل أنا دخلت هنا يا زوج كيسان ديال الدقيق الأبيض مع نصف كاس ديال الكاكاو الحلو ونخلطو غير بالطراب اليداوي باش يدخلنا دقيق في الخالة وصافي والقوام ديال الكيكا يجي خفيف ميجيش تقيل بزاف صافي غادي نجيب هنا يا مول ديال أنا عندي دائري قطر ديالو ستا وعشرين سنتيمتر دهنتو بالزبدة ورشيتو بدقيق طريقة العادية وإلا بغتو تفادو هاد العملية ديرو فرشو ببابي سيلفوريزي من الوسط ومجنب وصافي غادي ندخلوه الفران أنا ندخلو الكيك ديما ندخلوه الفران بارد ياخد ليه تقريب شي 30 أو 40 دقيقة ماكسيموم وصافي ونخلوه جانبا يبرد وغادي نمشو باش المرحلة الجاية نوجدو الكريمة هنا صراحة هي دارت شانتية أنا ما عنديش ما متوفراش عندي دارت لك خين فرش دارت ميتين ميلي ليتخ ديال لك خين فرش وهدي عندي بدون سكر ضفت واحد شوية قليل من السكر وطربتها طلعت عادي وضفت عليها كاس ونصف من الكوك أنا عندي الكوك هنا يا رقيق ماشي غلاد بزافي لكن عندكم الكوك الغلاد طحنوه واحد شوية ما فيها بس ونخلطوه غير بسباتيول حتى ينساجمنا الكوك مع الكريمة ونحاولو غير شوية باش من هبطوش الكريمة اللي طلعنا وصافي نغطوها بالبابي سيلوفان وندخلوها للتلاجة بلا ما بردنا الكيك خاصو يبرد تماما وانا وجدت هنا يا وجدت سيرو باش يبرد كاس ماء مع نصف كاس سكر مع قليل من الفاني كي تبخوا صافي وغادي نمشيو للقلاس هاج اللي غادي نديروه تعال شوكولات عندي هنا يا كاس حليب وكاس ديال الماء ملعقة كبيرة زبدة وكي ما قلت لكم عنديش الكاكاو المر تهنا يدرت ثلاثة الملاعق ديال الكاكاو الحلو لك عندكم الكاكاو المر ديرو غيم ملعقة واحدة وعندي ميات جرام ديال الشوكولات نواخ ومائة جوج معلقات ديال المي زينا ما يكونوش عامرين بزدف غادي طريقة سهلة غادي نديرو السوائل الماء والحليب فوحة الكاسرونة وندفو عليهم ثلاثة ديال المعلقات ديال الكاكاو الحلو كما قلت لك عندكم المر ديرو غير معلقة او لازوجها ماكسيموم ووجوج معلقات ديال الناشا ونردوهم على النار نحركوهم حتى تتعقد نافسة حتى تتعقد ماشي ما تاخدش لوقت بزاف سافي كتولي له هاد الشكل نطفو عليها البوطة ونضيفو شوكولات غادي تبغي بالحمان وديك معلقة كبيرة ديال الزبدة المعلقة تكون عامرة مليح وصفي كنا نحركو يبنى كل شي داب نساجمت غا نخلوها ونمشو الكيكا ديالنا تكون بردت مهم غادي نقسموها على زوج بطريقة عادية اللي تفضلو بغيتو بالموس بحالي هكذا ولا تقسموها بالخيط اللي تجيكم سهلا المهم غادي نحيدو ذاك ذاك النص الفوق عنيم الأحسن نقلبوها هاداك اللي يجي الفوق هو اللي كان لتحت في الكيكا باش يجينا سطح مستوي المهم غادي نسقيها بسيرو كي ما قلت لكم وصيرو تقدرو تديرو غير قهوة سريعة الدوابان مدوبة شوية في شوية ديال الموس كور تقدرو تسقو بها مع الكيك ديال الشوكولات كاتواتا غادي ندير ذاك هاداك الإطار ديال المول اللي كنت طيبت فيه باش ما تخرجناش الكريمة من جنب نسقي الكيكا مليح تتشر بمليح وغادي نجيب ذاك الكريمة اللي كانت في تلاجة وجدناها هنكوبها في الوسط نكوبها خطر وحدا باش ما تقاش تهزننا منسرحوها باش ومش ما يتقيش ما يبقاش تهزننا الكيك مع الكريمة وتخسر المنظر ديالها وصافي غادي نزيد لها الطبقة التانية ونسقيها تهي مليح بنفس طريقة ديال الطبقة الاولى ونبركع لها مليح باش يجي 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 سطح ديال الكيكا مستوي مجيش فيها مجيش فيها هكال العقابات كي ما نقولو وصافي غادي دروك انا نديرها في الطبسي إلا بغتو تديروها من الاول في الطبسي ماشي مشكلة انا قلت هادي عندي هاد صاحن دائر يسهل لي المأمورية وصافي هاديك الكريمة القاناش ديال الشوكولات خاص يكون عدا فيه حتى نكونوا غادي نصاوبوا الكيكا عد باش نديروه باش يبقى دافي إلا برد سافي غادي يقصح ونطروا نولي ونديروه نولي ونحميوه ونحاولوه نحاولوه 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 بشي سباتيول ولا شي حاجه ودزين كيبقى على حسب الاختيار انا حتى دزين درتو بحالها باش تحكموه جبت فيها ديال الفيتين اولى للكيلوكس له هادو رقائق الدورة زينتو مهاكا خطوط وصافي هادا هو شكل نهائي وصراحة صراحة دقتو او ذكراني نهدر كنت هاد شيرا صورتو البارح دقتها صراحة اللي كيعجبو المدق ديال الكوك ما غديش يشبع منها صراحة تنتقل وحتلكي كاشيش بزاف وانتمنى تكون الفيديو عجبكم وتتجربوها تنتوما